النهاردة حبايبي حقدم لكم فكرة جديدة من افكاري اتمنى اللي هي اتنال اعجابكم وازاي اللي احنا نحول البيبس يعني من ضمن بقى سلسلة المنظفات بالبيبس اللي ابي اقدمها لكم فاقلت لها اعمل معاكم الصابون سايل من البيبس فبصراحة جميل جدا عايبقى لتلمية الاستلس والالمونيا تلظافي بيه البوتاجاز هيبقى جميل جدا وزي ما احنا شايفين انا حطت لكم مقاطع كده صغيرة وانا بستخدمها عنشوفوها برضو في الفيديو وعنشوف الطريقة خطوة بخطوة بس في الاول لو اول مرة تابعيني يا حبيبتي فضلا وليس امرا ياريت كده تدعميني باللايك والشير والشارك في القناة وما تنسيش فعلي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد انا بقدمه في القناة اول باول لا وزي ما احنا شايفين النتيجة يعني مبهرة فعلا نعم ويعني بيديني نظافة ويعني نظافة ولمعان لاي حاجة انا بل اتضافها يعني رهيبة فعلا نعم فتابعوني كده ايه حبيبي الاخر الفيديو شايفين نعم طبعا كلنا شايفين قبل وبعد تابعوني بقى كده عشان نشوف الفيديو خطوة بخطوة ونشوف انا عملت يعني الصابوني السايل دهوت ازاي وازاي اللي انا حولت البيبس لصابون سايل فتابعوني زي ما احنا شايفين الحاجة بعد ما نظفتها تحفى بصراحة يلا بينا بقى نبدأ الفيديو كده ونشوف مع بعض الطريقة خطوة بخطوة بس متنسيش كده هتدعميني باللايك عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي معاكم حنان الوراكي قناة متنوعه النهاردة عن استخدم البيبس عن اعمل منها صابون سايل وعن استخدم معلاء صغيرة كربوناتو بكربوناتو السوديوم معلاء صغيرة من الملح اه ونص كوباية ايه مية وعن استخدم صابون سايل اه اول حاجة زي ما احنا شايفين انا ببدأ اللي انا بقلب على نص كوباية المية معلاء صغيرة ملح ومعلاء صغيرة بيكربوناتو بكربوناتو اه ببدأ ايه بادوبهم مع بعض وبحطهم بقى في الازازة عندي اه وحنبدأ بقى اللي ايه احط كده اه صابون سايل يعني تقريبا كده اه ممكن استخدم تلات كوباية ونص كده من الصابون السايل على اه يعني طبعا انا بعمل الكمية دي على حجم الازازة اللي انا باستخدم انا حطيت اه كوباية اه من الصابون السايل وبعد كده كملت عليها با كوباية من الببس انا استخدم كوباية واحدة ببس بس وحب ده بقى انا اكمل الازازة بالصابون السايل لا المنظف ده هو تقوي جدا جدا في اللمعان يعني بيديني نظافة ولمعان رهيبة فعلا ما وزي ما شفنا كده حطيت لكم مقاطع كده صغيرة في اول الفيديو وانا باستخدمه دل وقت حاور لكم برضو اه هنشوف مع بعض برضو انا باستخدمه معاكم خطوة بخطوة اه طبعا انا انا هوت طبعا استخدمت كمية الصابون السايل الاكتر اه وكوباية ببس واحدة اه يعني كوباية ببس واحدة حطيت عليها يعني 3 او نص كده من صابون السايل تلات كوباية ونص ويبقى نص كوباية مية معلاقة صغيرة اه بيكاربونات ومعلاقة صغيرة من الملح ملح الطعام اللي احنا بystخدمه في الاكل اه طبعا هو الملح ده هوت يعني اه هو علشان يقلل يعني بيهو بيتئل الصابون وكمان يعني ايه بيقلل لي بس الرغوة شوية لان انا عايز استخدمه يعني مش منظف يعني انا عايز استخدمه لان انا المع بيه الحاجة زي ما احنا شايفين اهوت يعني عشان ما تباشر رغوة جامدة قوي يعني فقللها لي ايه شوية وكمان بيتقل يعني ايه يعني بيتقل الصابون نا كده يعني عشان انا طبعا بخفف الصابون بالكوبات اه يعني بيبس فعشان البيبس طبعا بتوبة حلوة كمان في النظافة فعشان كده انا ضفت الايه الملح اه زي ما احنا شايفين اه شوفنا واحنا يعني باخد منه شوية وشوفنا وانا باستخدمه وشطفتهم بقى على الحق ده وبقدر لانا استخدمه برضو في تنزيف البوتاجاز طبعا الفيديو واضح خطوة بخطوة اهوت انا طبعا بحط كده شوية على البوتاجاز وببدأ بشربة قديم اي حتة عندك قديمة وتكون نزيفة وتبدأ بعد كده اللي انت ايه تبسحي ايه تنظاف البوتاجاز طبعا احنا هنشوف مع بعض البوتاجاز عندي يعني يعني زي ما احنا شايفين منظره عامل ازاي كان ابني بيعمل عليه الشاي وازي ما شوفنا يعني فار منه كده والطفل واقع على البوتاجاز فحبيت اللي انا هنظف برضو البوتاجاز معاكم عشان نشوف مع بعض النضافة اه النضافة يعني بيديني نضافة رهيبة فعلا نعم وبحط منه شوية كده على فكرة ممكن برضو اللي اه يعني اه ممكن تحطي يعني حبة في طبع وتاخدي بالا بلفة الموعين وتبدأ اللي انت تمسحي اه كده انا جبت سلكة عشان في حاجات كانت لازقة فطلعتها بالسلكة بس كده وزي ما شوفنا يعني ما خدش مني حاجة يعني هو نضف بسرعة وهنا هنشوف برضو هنعمل معاكم برضو تجربة كده اه في عين بوتاجاز واحدة عشان اورركم برضو وانا اه وانا برضفها ازاي اللي هي بترجع معايا اه يعني اه اكنها لسه جديدة فعنشوف مع بعض تابعوني يعني اه هنا جبت سلطانية وبدأت اللي انا حطيت فيها عين بوتاجاز وضفت عليها شوية من المنظف اللي انا عملته معاكم وبعد كده هوت اه يعني المفروض اللي انا اسيبها يعني المفروض اللي انت بتسيبيها يعني حوالي عشر دقايق كده ولا حاجة شايفين المنظر دي كده كان لونها نحاس ولونها رايح خالص يعني مش بين اللي هي نحاس اساسي فحب ده بقى ايه دلوقتي انا على فكرة انا عملت الفيديو على طول ما سبتهاش بس هو المفروض اللي انت تسيبيها يعني من عشر داير ربع ساعة وبعد كده تبداي اللي انت تدعكيها بالسلكة هتلاقيها نضفت معاك بسرعة بس انا هنا عملتها على طول بصراحة لان كنت مستعجلة وعايز اخلص الفيديو بس برضو ادتني نتيجة كويس بس هو يستحسن اللي انت تسيبيها زي ما قلت لكم ربع ساعة كده وبدأي اللي انت يعني دوبك اللي انت اعتجتي بس حيات يعني تنظفيها بالسلكة هتلاقها اللي هي بتطع يعني الاوساخ اللي فيها بتطلع معاك بكل سهولة هنا بعد ما نضفتها وشطفتها كويس على الحوض ونشفتها شايفين منظرة جميل ازاي ولون النحاس كمان يعني راجع تاني طبع كنا شايفين منظره عامل ازاي ايه؟ فيبقى دي كده انا قدمت لكم اقوى منظف من البيبس ازاي اللي احنا نحاول البيبس لصابون سايل جميل جدا وبيديني يعني نظافة رهيبة فعلا نعم وتقدري تقدري بقى تستخدميه في كل حاجة في غسيل موعين في كل حاجة انت بتعمليها طبعا والكربوناتو برضو بيدي لمعان ويعني الكربوناتو رهيب جدا عشان كده حبيت اللي انا اضيف منه ايه معلقة واتمنى حبايبي للفيديو النهاردة يكون نال اعجابكم منتظر اعرف رأيكم كده في التعليقات لان رأيكم يهمني جدا جدا كان معكم حنان الوراكي قناة متنوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش كده تدعموني باللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصف فيديو لكل الناس اللي هي تشوفوا وده كده حبيبي بيبقى تشجيع المجهودة بحبكم جدا جدا في الله السلام عليكم